فكلمين يا دكتورة أماني على الحشرات البيوت بيظهر فيها حشرات يعني ساعة نموز في الصيف حشرات زي الصراصير والنمل ساعة الناس بنخفها من الحشرات ترش بشكل مبالغ فيه وبيوت ساعة بيقى فيها أطفال فإيه الصح؟ الصح نعمل إيه؟ هو أول حاجة نقول إزالة السبب الرئيسي يعني السبب اللي بيخلي الحاجات دي تدخل البيت بالنسبة للنموز كل ما أقدر أحط سيل كمان على الحشرات على المنافس بتاعة يعني على النوافذ أو البالكونات بيكون أفضل فأقلل من دخولها ما سيبش أكل مكشوف في البيت أو يبقى المنزل غير نظيف يعني يوقع فيه فضلات طعام اللي هي ممكن تخلي الحشرات دي تتيجي وتعيش عليها فالنظافة مهمة جدا إذا فقا كان موجود وطريت إن أنا أستخدم مبيدات حشرية يستحسن لو الموجودين في البيت حيخرجوا أو يقضوا اليوم بره إن السبت البيت طبعا بتقوم بإنها ترش في الأماكن يفضل ما يكنوش موجودين آه يفضل علشان طبعا حسيت الصدر أو التلامس مع الأشياء للأطفال وطبعا تبقى بعيدة عن الأواني المطبخة عن الحاجات اللي إحنا منستخدمها وبعد ما ترش لازم تخسل كل الحاجات دي طبعا إحنا عمالي جيلنا على الفيسبوك أسئلة وبيملوها للحقيقة يعني فيه ناس عندهم عادة إن هم يسيبوا الأحزية بره الباب الشقة هل دي عادة كويسة على أساس الأحزية بتجيب معاها حاجات من بره والأحيان أشوفتها في البلاد العربية كتير لكن يمكن عندنا في مصر مش منتشرة هل هي حاجة مفيدة هل هي حاجة ولا فيش فرق يعني حقول لحارتك على قد علمي يعني هي لو فيه بره كان فيه أمطار أو فيه الأرض غير نزيفة أو تصح مجاري أو حاجة يعني إن أنا هدخل بالحزاء بتاعي أعمل اتساخ للأرضية والسججيد فممكن بتركها لغاية لما بتنشفوا تجف وبنظفها لكن إنها تنقل ميكروبات من بره الجوة الشقة لا بدليل إن إحنا كنا زمان في الانتنسف كير في غرف الرعاية المراكزة ما كنا بندخل كنا بنعمل أوورشوز بنغطي الجزمة ما دلوقتي ما بنعملهاش لإن لقوا إن وانا بغطيها إيدي نفسي أه أخطأ إيدي حتلمس الحزاء المتسخ وبقى إن حلمس بقى السرير بتاع المريض حلمس أدواته فقالوا لأ هي ما بتنقلش عدوى فدي هي عملية نضافة بحتة بس يعني ما أخافش مال عجب دام فيها وساخة أسيبها عشان أنضافها بعد ذلك عشان أحافظ على نضافة المنزل لكن مش بتنقل لي ميكروبات طب برضو سألوا برضو على جهاز البصمة اللي بيقى في الشغل ده مثلا حوالي 300-400 موظف بيعدوا عليه الصبح وآخر النهار يحط صباعه يحط صباعه هل ده برضو ممكن ينقل لي عدوى لو واحد على إيده ميكروب وحط صباعه وبعدين حطيت صباعي بعديه هو طبعا المواضيع دي فيها يعني قولان كتير لأن من نامة ربنا برضو أن مش أي واحد مريض وواحد سليم حي مجرد باللمسة يتنقله المرض في حاجة اسمها سلسلة العدوى بمعنى أن لو في مريض وواحد سليم عشان يتعيدي منه لازم يبقى فيه إجراءات أو فيه حاجات موجودة عشان تنقل بمعنى أن يكون الميكروب اللي عند المريض يكون عدده كبير ويكون قوي فيه شروط شروط معينة يجب توفرها عشان أنقل المرض دا وبعدين يكون فيه ناخد مثلا فيروس بي ليه بقول فيروس بي لأنه ليه تطعيم فأنا حقول بس إزاي يتم العدوى بي يعني يكون الفيروس قوي ويكون عدده كبير عند المريض دا وبعدين الفيروس دا بيعيش في الدم فالمريض يكون عنده جرح في إيده عشان لما يحط الصباح على بصمة أو على أي سطح الدم اللي عنده يكون خرج معاه الفيروسات دا أجي بقى للبني آدم اللي هيحط صباحه بعدي لازم هو كمان يكون عنده جرح في إيده ويكون سالسبتبول يعني يكون عنده باقتصاب دمين بالزبط كده من دم إلى دم بالنسبة للفيروسات أو اللي بتنقل عن طريق الدم تفكرتين حالك بالإيدز أول ما كنتو شفت كان بيجوا في الأفلام إن أول ما يعرف الواحد عنده إيدز يجروا منه فاهمين إنه مجرد الاقتراب منه هيجي لهم عدوى الإيدز عمره وينتقل كده يعني له شروط ولو كمية ولو مدة فبالتالي لو البني آدم ده سالسبتبول يعني عنده استعداد الاميونيش بتاعته قليلة أو عنده استعداد للمرض وقلنا بينتقل الفيروس من دم المريض للدم البني آدم السليم ومش واخد التطعيم بتاع فيروس بيه فالشروط الخامسة دي لو اتحققت حيتعجي لكن غير كده غير كده ما يتعديش